بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال السنوية العامة وحوش المذاكرة بنكمل مع حضراتكو دلوقتي في الفكاب بتاعت lesson 3 و 4 من الوحدة العشرة من كتاب المعاصر من صفحة 247 لصفحة 251 يا أبطال معنا الكلمات تحت في 247 بيقولك be aware يعني يكون واعي أو مدرك أو حذر conduct or do a survey يعني حجم الاتنين لاتنين صح conduct or do أي واحد فيهم وبيجي معاه كلمة survey يعني يجري بحث استطلاعي أو دراسة أو كشف استطلاعي follow the directions arrows يعني يتبع الأسهم اللي عليها الاتجاهات follow the directions arrows get lost يضل الطريق أو يتوه على اليمين hold sporting events خلي بالك أنها sporting hold sporting events يعني يقيم أحداث رياضية hold conference يعني يعقد مؤتمر negotiate the price يعني يتفاوض في السعر يفاصل يعني negotiate the price وبعد كده show respect to يعني يظهر الاحترام ليه تعال على 248 هتلاقي تمارين عليها على طول في رقم واحد a useful survey يعني بحث أو دراسة استطلاعية مفيدة has been by a team بواسطة فريق of researchers من الباحثين هتنفع ضن وهتنفع conducted يبقى الإجابة نمر دي اوي سي do survey or conduct survey number two one should be aware of the dangers الواحد مننا ما ينبغي أن يكون واعي أو مدرك should be aware of the dangers الأخطار that threatens their society اللي بتهدد المجتمع بتاعه number three in open air markets open air markets ده مصطلح معناه الأسواق المفتوحة الناس اللي بتفرش في السوق عادي كده يعني مش محلات sellers البيعين expect their price بيتوقعوا دايما ان السرعر بتاعهم 2bA طالما مش في محل او مش بيتجر في مركة معينة او كده مش توكيل ولا حاجة لأسعار مش ثابتة فقابلة للايه للنقاش والفصال يبال إجابة نمرتسين يجوش ييتد يتوقعوا ان الأسعار بتاعتهم يتم التفاوض فيها او الفصال فيها number four بيقول لك our organization منظمتنا او جمعيتنا is space an educational conference next summer مؤتمر تعليمي الصيف اللي جايب is holding hold a conference يعني يقيم مؤتمر الجابن بردين number five space respect to other people is good behavior نقط الاحترام للناس الاخرين هو سلوك جيد او محترم يبقى show respect هنا جايبها اسمة showing respect اظهار الاحترام number six بيقول لك mariam space lost in the city center mariam تاهت في وسط البلد got lost يعني تاهت او ضلت الطريق number seven just based the directions step by step and everything will be okay بس فقط انت تتبع الايه الاتجاهات او التعليمات خطوة بخطوة كله حيبقى تمام يبقى لجابة number five follow the directions يعني تتبع الاوامر او التعليمات او الاتجاهات تعال بعد كده على المرادفات اللي هي synonyms aware يعني على علم بي او واعي او مدرك هي conscious of خلي بالك conscious ايه of طيب او acquainted with يعني على علم بي ماشي يبقى conscious ايه of و acquainted ايه with informed about او of لتننصح informed of او informed about لتننصح طيب وايه تاني و familiar ايه with familiar with خلي بالك من حروف الجره انا بأكد عليها علشان تبتمرين ورا وبعد كده alert to alert alert to يعني متنبه لي او واعدي highlight الجزء الابرز اسم تبقى باستبارة افضل جزء highlight لو بمعنى فعل يبرز يبقى focus on يركز على او focus attention on يركز الانتباه على او spotlight يلقي الضوء moving قلنا معناها محرك للمشاعر او مؤثر يبقى emotion العاطفي و affecting مؤثر من الناحية العاطفية touching يعني يلمس القلب not be missed يعني لا يفوت يعني essential ضروري او اساسي worth يعني قيمة او جدارة هي value قيمة لكن well worth لو جايه بمعنى يستحق يبقى معناها بين فشل نافع valuable قيم useful مفيد تعالى بعد كده على المتضادات الكلمة وعكسها aware على علم بيه او واعي او مدرك يبقى unaware ignorant ignorant يعني جاهل او غير واعي moving يعني مؤثر او محرك للمشاعر هي un emotional غير عاطفي well worth يستحق او جدير بيه فوق هنا عكسها worth less بلا قيمة او value less عديم القيمة او بلا قيمة 249 الاسئلة اللي على number one بيقولك this film has a moving end الفيلم دوت له نهاية محركة للمشاعر in this context في هذا السياق the word moving الكلمة moving is synonym of مرادفة emotional عاطفي un emotional غير عاطفي changing متغير و practical عمل اللي جاب انا بريد ايه اموشنا number two i am aware of your problem انا واعي ومدرك او عارف مشكلتك هنا عايز كلمة aware antonym عكس ايه وهو انا على علم بمشكلتك معناها ان عكسها اني جاهل بمشكلتك ignorant number three بيقولك i am aware of your problem انا واعي ومدرك لمشكلتك كلمة aware هنا replaced by بقى عايز معناها مش عايز عكسها معناها ignorant ما هدي عكسها familiar يعني مألوف alert يعني متنبه او واعي ولا informed طب يا مستر طب ما انا عندي كذا كلمة هنا تنفع familiar تنفع و alert تنفع و informed تنفع صح كده طب هنا معلش سوري حضرتك هنا اوير جاي بعدها حرف الجر ايه حرف الجر of هنا familiar لو هتيجي مفروض with ولو alert هتيجي يبقى مفروض to هنا جايب of انا اشيل هنا اوير وحط informed هي الاجابة الصحيحة لان هي اللي ينفع يجي وراها of واطلع فوق تاني للكلمات هتلاقي الكلام ده number four i watched only the highlights of the game انا اتفرجت بس على الاحداث الهامة في المباراة وفي اللعبة the game highlights here is a synonym of هي مراد في ايه لما هي الاحداث الهامة يبقى اللي يجب ان تتسي بس بارت افضل جزء في المباراة number five means the opposite of well worth عكس جدير او مستحق عكسها valuable worthwhile worthy كلهم معناهم انه مستحق او جدير وكلمة worthy برضو معناها ذو قيمة worthwhile جدير بالاهتمام يبقى انا عايز عكسها لانه عايز هنا opposite يبقى اللي جابة انا بتديه value less يعني عديم القيمة او بلا قيمة تعالى على expressions and idioms بيقولك a real feel for a real feel for يعني احساس حقيقي او قوي بي entry tickets تذاكر دخول feel as though يشعر كما لو ان from prehistoric times يعني من عصور ما قبل التاريخ get for one third of the initial price خلي بالك من four ومن of يشتري الحاجة بتلت التمن المبدئي يعني قال له الحاجة دي بمية وخمسين ده انه يفاصل معنا ما جابها بخمسين يبقى اشتريها مقابل تلت السعر المبدئي السعر المبدئي يعني السعر اللي تقال من بق البياع قبل الفصال يبقى get for one third of the initial price go on holiday وسافر في اجازة enlarge numbers يعني باعداد كبيرة maze of the of alleyways يعني متاهة الازقة او الشوارع الدياء medieval ايجبت يعني مصر في الغصور الوسطى فيروس golden parade يعني العرض الفرعوني الذهبي او الموكب الفرعوني الذهبي على اليمين powerful smells of spices الروائح القوية او النفاذة بتاعت التوابل practical information معلومات عقملية refreshing coffee يعني اهوة منعشة royal family الاسرة المالكة او العلة الملكية sporting events يعني احداث رياضية the hidden treasures of يعني الكنوز المخفية بتاعت مين مش عارفين المهم الكنوز المخفية بتاعت احد بقى the national museum of Egyptian civilization يعني متحف المتحف القومي للحضارة المصرية to the present day يعني حتى الوقت الحاضر او حتى يومنا هذا transport you to another world هنا transport مش معناها النقل والمصالات معناها ينقل فعلي بمعنى ينقلك او يأخذك الى عالم اخر well worth visiting يعني يستحق الزيارة حقا او مستحق للزيارة او جدير بالزيارة هات صفحة 250 كده هتلاقي بعيد الكلمات عندك بيقول a moving site يعني مشهد محرك او مؤثر an emotional site هي مشهد عاطفي برضو absolute must see يعني مطلقا تماما لازم تشوفه be worth seeing يعني يستحق المشاهدة على اليمين all in all يعني اجمالا اللي احنا بنستخدمها في الخاتمة بدل to conclude او in conclusion ممكن اقول all in all في المجمل on the whole برضو اجمالا or taking everything into account or consideration باخذ كل شيء في الاعتبار يا account يا consideration لاثنين صح يعني بصفة عامة open air market يعني سوق مفتوح كده الناس فرشة وكل واحد عامله رقناية او عامله فرشة وفرش على حاجته او اللي هو او الدور market يعني سوق مفتوح او في الشارع او مكشوف تحت الشمس كده مش في محلات يعني حروف الجر بيقولك look for ya ابحث عن provide for يوفر لي ما هو provide with يزود بي او يمد بي انما دي provide for يوفر حاجة لحد sell for يعني يبيع شيء مش من اجل هنا بمقابل كذا يعني انا بيعت العربية دي مقابل لتنين جنيه ونص يبقى sell for يبيع في مقابل يعني ثمن وكذا transport from to هينقل ايه حد بقى او شخص او شيء من او ال على حسب هنقله من هنا خلاص لا هنقله ليه هنا على حسب انت بتنقل من ابقى اقول from تنقل الى ابقى اقول to لو هتقول لتنين المكانين من وإلى يعني هننقله من المتحف المصري الى متحف الحضارة اللي جنب الاهرامات يبقى from وتو مع بعض على حسب انت عايز تقول ايه transport يعني ينقل من الى نيجي بعد كده على رقم مني تست ثري بيقول لك انا حصلت على التابلت half the initial price نص السعر المبدئي فور حصلت عليه مقابل نص السعر البيع قال لي ب الف انا اخدته بخمسمائة اتنين something that is an absolute must see حاجة تماما لازم تشوفها يعني مطلقا يبقى is world seeing الاجابة الامريتسية استحق المشاهدة ثلاثة children like it when we go نوقت holiday لما نحب نطلع في اجازة الاطفال بيحبوا الموضوع ده يبقى go on holiday يذهب في اجازة اربعة نوقت sight is one that is emotional مشهد بيبقى عاطفي يبقى moving محرك للمشاعر خمسة this farmer raises sheep هنا معناها يربي هذا الفلاح يربي اغنام large numbers باعداد كبيرة in large numbers number c او letter c six بيقولك this romantic poem هذه القصيدة الرومانسية will you transport you another world ستنقلك عالم اخر يبا ستنقلني الى عالم اخر وعايز اغني غنوة جديدة جديدة number seven بيقولك the expression all in all التعبير اجمالا او في المجمل means معناه on the whole اجمالا ماشي taking everything into account حط كل شيء في الاعتبار او taking everything into consideration لاجابة نمرت D A و B و C كلهم صح تعالى على moving قلنا ان moving دي تصفة معناها محرك للمشاعر او مؤثر لكن لو قلنا moveable فيبقى معناها متحرك غير ثابت او تقدر تنقله من مكانه un move يعني متحجر المشاعر ما عندش دم غير متأثر متحجر المشاعر ما بتحركش يبقى un move يعني انسان ما بيحسش من الاخر طب تعالى بقى على worth worthwhile ايه معناها مستحق و جدير بص يا جماعة الموضوع بسيط جدا انت بتستخدم worth بمعنى ذو قيمة او يستحق قيمة يعني تكلفته كذا او مقابل كذا بفلوس فبيقولك this villa هذه الفيلا is worth تستحق او تمنها او يعني اميتها half a million pounds نص مليون جنيه بتيجي امتى بتيجي بعد افعال verb to be والافعال اللي بيجي وراها صفة اللي هي state of verbs او الافعال التقريرية تمام كده جميل جدا طب في كمان worth بس بيجي وراها فعل زائد ing بيجي وراها فعل زائد ايه زائد ing ويبقى معناها يستاهل من الاخر كده اهو لاحظ ان b the word ذائد فعل زائد ing معناها useful or important enough to do معناها يستاهل سيبك من الهرية ده يستاهل joining the faculty of medicine الالتحاق بكلية الطب is worth تستحق او تستاهل المذاكرة تستحق المذاكرة يا جدعان تستاهل المذاكرة شده حلكو يبقى هنا جاب فعل زائد ing بقى انت عندك كده كام كام worth اتنين الورذ الاولانية اللي هي ذو قيمة او يستحق بيجي وراها التمن بقى او المقابل اللي يستحق وقدي كده يبقى قبلها فعل تقرير او او اي فعل من الافعال التقريرية اللي بيجي وراها صفة ويجيب وراها التمن لكن كمان وارث بيجي وراها فعل زائد ing بمعنى انه يستاهل تمام كده طيب كلمة worthwhile بقى معناها مجزي 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 worthwhile زائد اسم مالها يا عم اهو working as a doctor is a worthwhile career مهنة مجزية بتجازي يعني وطعبها له فايدة بي وسيمولوك اهو برضو فعل اهو من الافعال التقريرية او وبعدين وارث وايل بمعنى ايه برضو مجزي يعني ما يستاهلش او غير مجزي اهو for a newly married couple بالنسبة الاثنين لسه متجوزين جداد having a big car انت لك سيارة كبيرة is not worth وايل مش مجزي مش من وراء عائد يعني يبقى كلمة worth وايل في جميع الاحوال معناها مجزي اما worth فعلى حسب والله امته قد ايه يبقى جاي تمنه ولا worth جاي وراها فعل زائد اي النجي يبقى معناها يستاهل شكرا كده انزل على التمرين معك ربع جمل وخلصنا خلاص الفيديو this camera الكاميرا دي مالها 15 thousand dollars 15 الف دولار يبقى is worth يعني ايه متمنها مقابلها مستحقة قيمتها 15 الف دولار number two i think teaching is career اعتقد ان التدريس مهنة مجزية الي جابة نمردي a worthwhile هنا مجزية ثلاثة the scene of the mother مشهد الام finding her little daughter وهي بتدور على بنتها الصغيرة at the end of the film في نهاية الفيلم me too tears حركني نقلني الى الدموع خلانا عاية move the me too tears يعني حرك مشاعري لدرجة الدموع او النعاية طب نفس الجملة the scene of the mother finding her little daughter at the end of the film was so جدا يبقى عايز هنا صفة يبقى محرك للمشاعر او مثير للمشاعر يبقى لجابة نمرد بي moving that لدرجة ان i burst into tears انفجرت في البكاب وبكده نكون خلصنا مع حضراتكم الجزء ده من البكاب وجايلك في السريع على طول في قواعد الدرس الثالث والرابع قواعد سهلا ان شاء الله بتتكلم عن use the two وعن wood وحنزبطها لكم بإذن الله النهاردة وينزل بيها فيديو بأمر الكريم ما تنساش لايك وشير والسبسكرايب ودعوة حلوة من قلبك يا راجل يا طيب وشوفكم على خير قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته